لكي تتجاوز أزمة، اصنع أزمة أخرى طريقة بات يجيدها سياسيوء المنطقة الخضراء للتعامل مع أزمات العراق الذي حوله هؤلاء إلى مرتع للأزمات والكوارث ملفات فساد تفتح في البرلمان ضد ستين نائبا عقوبات أمريكية تفرض على شخصيات ميليشيوية وسياسية فاسدة واشنطن تدير ظهرها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتؤجل زيارته المفترضة إلى واشنطن هجمات تستهدف قاعدة للميليشيات وعناصر الحرس الثوري في معسكر آمرلي شرقية صلاح الدين كل ذلك الغيظ من فيض أزمات الساسة في العراق يتطلب أزمة أخرى تلفت الأنظار نحوها وتصرفها عن كل ما يجري في الدهليز السياسية والأقبية الميليشيوية بعيدا عن هموم الشعب الذي يعيش مصائب مزمنة الأزمة التي يراد افتعالها هنا حديث إعلامي متصاعد عن عودة تنظيم الدولة إلى مناطق في شمالي العراق وكلام عن شنه هجمات في مناطق متفرقة من نينوى والتأميم وصلاح الدين من بين تلك التصريحات ما ذكره قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل الذي تحدث عن هجوم شنه التنظيم على جبل سنجار قال إنه انطلق من القرى العربية القريبة من سنجار في تصريح مكشوف نوايا ينسجم مع عمليات التغيير الديمغرافي الممنهج الذي تقوم به ميليشيات الحجد بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية في نينوى على مرأة ومسمع المنظمات المحلية والدولية خليل طالب بإجراء حكومي عسكري سريع لملاحقة ما سماها الخلايا النائمة التي أصبحت بحسب ادعائه أقوى من عام 2014 في دعوة واضحة لضرب المناطق العربية التي لم تتعاف بعد من نتائج الحروب المتكررة التي جرت على أراضيها وحولتها إلى أنقاض تشم فيها رائحة الموت من كل ناحية التصريحات الحكومية ولكي تروج البروبغاندا التي تعمل عليها استفادت من تحذيرات كانت صحيفة واشنطن بوست قد أطلقتها تشير إلى أن العديد من مسلحي تنظيم الدولة تمكنوا من التسلل إلى العراق بعد هزيمتهم العسكرية في شمال شرقي سوريا كلام إن صح فإنه يضع كل ما قيل عن النصر والتحرير وهزيمة التنظيم أدراج الرياح ويفتح الباب على رياح الشر الذي يراد لتلك المناطق المنكوبة أن تتعرض لها من جديد لكي ينفذ المشروع الإيراني الهادف لتغيير تلك المناطق ديمغرافيا وإبقائها قربانا لذلك المشروع الشرير